تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية هذا وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 304 قضايا تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 100 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 37 طن من السلع الغذائية وأما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 23 طن أما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط قرابة 14 طن دقيق مدعم وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن حديد وستة أطنان من الأسمنتة وأما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 340 قضية من بينها 83 قضية خبز ناقص الوزن و74 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر